أهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الواقع العربي والتي نتناول فيها تكاليف الدراسة وجودة التعليم في العالم العربي على ضوء اعتصامات طلابية في الأردن احتجاجا على ارتفاع الرسوم الدراسية في الجامعات طلاب الجامعة الأردنية غاضبون السبب ارتفاع رسوم الدراسة فيما يعرف بالتعليم الموازي وفي الأردن وخارجه يثار السؤال عما إذا كانت النتائج ترقى لمستوى تكاليف التعليم المرتفعة وعن اتهام الأوساط الطلابية للمؤسسات الجامعية الحكومية بالنزوع لطابع تجاري بحت على حساب محدودي الدخل وطبيعة المؤسسات الحكومية جدلية التعليم العالي في الوطن العربي بين ارتفاع الرسوم وانخفاض المستويات ضمن تقرير ناصر آياطعر صرخة طلابية في قلب عمان يهتفون ضد ما يسميه بعضهم برجوازية التعليم إنهم يشيرون إلى رفع رسوم التسجيل الخاصة بما يعرف بالنظام الموازي للبكالوريوس وكذا الدراسات العليا القرار الذي يمس 40% من مجموع طلبة الجامعة الأردنية يكشف عن بعض الخصوصية في التعليم الجامعي في المملكة كما يجدد الجدل على نطاق أوسع حول مجانية التعليم ضرورتها وجدواها لجأ الأردن إلى التوسع في قبول الطلبة بناء على برنامج الموازي والدولي عقب تقليص الدعم الحكومي للجامعات الأردنية الرسمية في أواخر تسعينات القرن الماضي ومذ ذاك والسياسات القبول الجامعي هنا تتيح للطالب دخول الجامعة مع تساهل على مستوى المعدل لقاء دفع سعر مضاعف لرسوم الساعات ذاك المبلغ سيرتفع الآن إلى ما بين الضعف والضعفين يقول الطلاب الأردنيون إن ذلك يتجاهل أن الجامعة حكومية ينبغي أن تدعم حكوميا بالشكل الكافي لتتفرغ للعملية التعليمية كما يؤكدون أن من يدرسون عبر هذا البرنامج ليس بالضرورة من أسر ميسورة الحال وفوق ذلك كله يخشون أن يكون الأمر مقدمة لرفع رسوم البرنامج التنافسي هو الآخر في وقت لاحق لا تتحدث الوزارة الوصية عن خطط من هذا القبيل أما إدارة أكبر جامعات المملكة فترى أن التعليم ليس حصرا للمقتدرين ماليا ولن يكون تقول إن رسوم الجامعة الأردنية على البرامج العادية هي أقل رسوم بين كل الجامعات وتؤكد أن عشرة في المئة فقط من طلبة تلك البرامج ينفقون على دراستهم من جيوبهم كما تدافع الإدارة عن قرار رفع رسوم التسجيل للموازي لأنه لي مس سوى طبقة معينة من الناس فنسبة مقاعد هذا النظام لا تتجاوز 30% أما الدراسات العليا فتنبه إدارة الجامعة الأردنية إلى أنها ليست جزءا أساسيا من التعليم الذي يجب على الدولة أن تدعمه أضف إلى ذلك أن الجامعة الأم في الأردن كما يقول مسؤولها مدينة بملايين الدنانير وجامعة غيرها تكاد تغلق أبوابها لضعف المداخيل في تلك الجامعات اعتقاد بأنها غير مقصرة واعتقاد آخر يبدو أقوى بأن وراء احتجاجات الطلبة وإن بدت محقة قوى سياسية تقول إنها لا تجرؤ على طرح مطالبها في العلن لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من عمانة دكتور تركي عبيدات رئيس جامعة الزيتونة والأمين العام لوزارة التعليم العالي الأردنية سابقا وكذلك من تونس ينضم إلينا فتحي الجراي وزير التربية التونسية السابق وأستاذ علم الاجتماع في الجامعة التونسية نبدأ أولا مع عمان والدكتور تركي دكتور تركي البعض يقول على ضوء الاعتصامات الطلاب في الجامعة الأردنية لماذا لا تتدخل وزارة التعليم العالي مع الجامعة الأردنية والطلاب من أجل التوصل لتسويها أنا أعتقد أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لا تستطيع أن تتدخل لأن القانون يصون للجامعة استقلاليتها الإدارية والمالية وعلى هذا الأساس يوجد في الجامعة مجلس أمناء حسب القانون ومجلس الأمناء هو الذي يقرر الرسوم الجامعية ووزارة التعليم العالي أو مجلس التعليم العالي ليس له علاقة لا من قريب أو بعيد في الرسوم الجامعية طيب نتحول إلى تونس أنا أعتقد أن تفضل تفضل وأنا أعتقد أن موضوع الرسوم الجامعية في الجامعات الأردنية خاصة الجامعة الأردنية كأقدم جامعة أردنية ما زالت الرسوم الجامعية في البرامج العادية متدنية كجامعة ليرموك أيضا الرسوم الجامعية متدنية وهذا حقيقة لا يغطي التكلفة الفعلية لدراسة الطالب في ضوء تدني الدعم الحكومي لهذه الجامعات حيث وجد في الأردن الآن عشر جامعات رسم اسمح لي أن أتحول إلى تونس السيد فتحي الجراي وزير التربية التونسي السابق سيد وزير هل هناك مشكلة قانونية تحكم العلاقة ما بين وزارات التعليم العالي والجامعات الحكومية والخاصة أيضا يعني الأصل أنه ليس ثمة مشكلة باعتبار أن الجامعات أن وزارة التعليم العالي على وجه التخصيص مشرفة إشرافا بيداغوجيا وإداريا أيضا على الجامعات التي توجد بالقطاع العمومي يعني الجامعات العمومية والجامعات الخاصة أيضا وباعتبار أن المؤهلات والشهادات والديبلومات التي تسلمها للجامعات هي عادة ديبلومات وطنية معترف بها وبالتالي مصادق عليها في هذه الدولة أو تلك وبالتالي لا توجد مشكلة إذا وجدت مشكلة من هذا النوع فهي مشكلة ربما موقفية أو موضوحية تختص بجامعة دون أخرى وعلى أننا لا نستطيع أن نعمم هذا الرأي طبعا على كل الدول العربية باعتبار عدم توحد يعني المنهج الجامعي لا في المسألة البيداغوجية ولا في المسألة الإدارية باعتبار أننا مثلا في المغرب العربي يعني نقترب أكثر في منوال جامعاتنا إلى المنوال الأوروبي وبينما في المشرق العربي المنوال الأنجلوسكسوني هو الذي يبدو غالبا على الأقل طيب دكتور تركي يعني وزارة التعليم العالي يعني تقول بحكم القانون لا تستطيع أن تتدخل ما هو الحل إذن يعني كيف يمكن حل هذه القضية ما بين الطلبة والجامعة سيدي الموضوع موضوع التعليم العالي في الأردن وفي الوطن العربي بشكل عام هناك إقبال هائل على التعليم العالي إقبال هائل لا تستطيع أن تتحمل الجامعات خاصة وأن هناك التوجه محدود جدا على التعليم التقني في الكليات الجامعية المتوسطة وكلفة التعليم تزداد مع مرور الزمن وعلى هذا الأساس طبعا متحدثنا من تونس أشار إلى أن أنظمة التعليم العالي تختلف من دولة إلى أخرى المملكة الأردنية الهاشمية تطبق نظام الساعات المعتمدة الأمريكي بينما دول المغرب العربية لا تطبق هذا النظام ولا حتى جمهورية مصر العربية والسودان وسوريا والعراق إذن الأردن نستطيع أن نقول أن الأردن وبعض الدول المحيطة بالأردن هي التي تطبق نظام الساعات المعتمدة الأمريكي وهذا النظام لا يسمح حقيقة بأن الطالب يدرس مجانا لا بد من وجود دعم الحكومة الأردنية تدعم الجامعات الرسمية بنسبة معينة من تكاليف حقيقة التكاليف الفعلية لدراسة الطالب ولكن الجامعات الأردنية وجدت نفسها نتيجة لإقبالها من قبل الطلبة على استحداث برامج بديلة هذه البرامج تساهم في تغطية التكلفة الفعلية التشغيلية وربما الرأس مالية في هذه الجامعات ومن هذه البرامج البرنامج الموازي والبرنامج الدولي فالبرنامج الموازي على سبيل المثال يتقيد بالحد الأدنى للقبول المنصوص عليه من قبل مجلس التعليم العالي إلا أنه يسمح للمقتدرين بالدراسة في الجامعات الأردنية مقابل أن يدفع رسوم زيادة على ذلك وأيضا البرنامج الدولي هو الذي يسمح لغير الأردنيين من خارج الأردن بالدراسة في الجامعات الأردنية مقابل دفع رسوم قد تكون الضعفين أو أكثر لتغطية التكاليف الفعلية في البرنامج العادي الذي يضم على الأقل 70% من طلبة الجامعات الأردنية الرسمية إذن المشكلة حقيقة مؤقتة في ظل تدني الدعم الحكومي الفاتورة كبيرة والحكومة لا تستطيع أن تغطي تكاليف دراسة الطلبة جميع الطلبة في الجامعات الأردنية بينما في بعض الدول العربية الحكومات تغطي معظم تكاليف دراسة الطلبة وبالتالي لا يوجد أي مشكلة على الإطلاق إذا أنت وصفت هذا دكتور تركي وصفت بأنها مشكلة معقدة أتحول السؤال إلى سيد الوزير فتحي الجرائي سيد الوزير الطالب هذا التوصيف الذي قدمه الدكتور تركي يقف ربما حائر بين الالتحاق بجامعات حكومية مجانية وجامعات خاصة لكن رسومها عالية ما هو الحل؟ طبعا إذا كنت تحدث عن المشكلة القائمة الآن في الجامعة الأردنية فربما الأخ التركي يكون أقدر على تقديم المقترح ولكن هناك صياغة على كل حال حول العالم كما يحصل مثلا في شمال القرى الأمريكية في الولايات المتحدة وفي أمريكا وهو الحل يتمثل في تقديم منحة جامعية في شكل قرض جامعي يستدده الطالب بعد التخرج ويلتزم بتسديده طبعا التزاما صارما ويكون ثمة طبعا سقف زمني لذلك وهذا من محفزات أيضا تشغيل الطلب بعد التخرج لأن الحكومة عادت الحينما تسدد للطلب هذه المنحة أو هذا القرض في شكل المنحة في شكل قرض تكون حريصة أيضا على توفير الشغل لهم وعلى توفير يعني الدورات التدريبية المؤهلة للإندماج الحياة الأمنهانية وما إلى ذلك فيما عدى ذلك قد يكون الحل سياسيا بتدخل السلطة السياسية العليا من أجل إيجاد سيغة وسطية أو ربما خلينا نقول مدنيا بتدخل المجتمع المدني من أجل المساهمة ربما في تحمل جانب من هذه التكاليف أو في إيجاد سيغة توافقية على أي حال مع الطرف الحكومي من أجل الضغط على كلفة يعني الدراسة بالجامعات الخاصة وبالجامعات العالمية على حد سواه حتى يمكن بطبيعة الحال تخفيض الرسوم على الطلبة يعني المسألة المرتبطة ببعضها البعض ولا يمكن أن تصور أن جاء جامعة يعني قد معناها أثقلت بالديون يمكن أن معناها تحد من الرسوم أو أن تخفف منها يعني الحل المنطقي والاقتصادي هو الترفيع لكن الترفيع له كلفة اجتماعية هي خلق مثل هذه الأزمات التي قد تتطور إلى معناها أعمال عنف أو أعمال تمرد أو ما أشبه ذلك ولابد من يعني المعالجة السريعة ومعناها طيب اسمح لي أن أقتبس مما تفضلت به سيد الوزير حتى لا تنفلت اسمح لي أن أقتبس مما تفضلت به طلبت بأن يكون هناك تدخل من السلطة السياسية العليا مؤسسات المجتمع المدني وأن يكون ذلك بشكل عاجل وهنا السؤال لدكتور تركي دكتور تركي أصحاب هذه المؤسسات الجامعية يبررون رفع الرسوم بأن هناك حد أدنى للأجور وما يعرف بقوانين المالكين هل فعلا بحاجة إلى قرارات تدخل السلطة السياسية تدخل من المجتمع المدني لحل هذه الإشكالية بين الطلبة والجامعات بالمناسبة في الأردن تحديدا الآن هناك مطروح بديلين البديل الأول أن تقوم الحكومة بتقديم دعم كامل لتقطيع التكاليف الدراسة في الجامعات الأردنية الرسمية وهذا المبلغ كبير جدا وبالمقابل الحل الثاني هو أن يتم إنشاء صندوق دعم طالب أو بنك طلابي وهذا البنك الطلابي يقدم قروضا ومنحا للطلبة لمن يريد من الطلبة وتدعم الحكومة حقيقة النفقات التعليم وتستطيع بالمقابل الجامعات الأردنية على مدار خمس سنوات مثلا أن ترفع الرسوم الجامعية حتى تغطي التكلفة الفعلية للطالب بالمناسبة في الاستراتيجية الوطنية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الأردن طرحت هذه البدائل وأنا أعتقد أن أحد البديلين قد يكون منطقيا وواقعيا وفي هذه الحالة يجب إلغاء البرنامج الموازي أنه غير دستوري لأن هذا البرنامج حقيقة يعطي الفرصة فقط للقادرين على الدراسة وإذا ما أراد غير المقتدر على الدراسة في هذا البرنامج فسيحمله أعباء إضافية مادية هائلة جدا قد تكون على حساب المأكل والمشرب والنفقات اليومية إذن الحل يا سيدي الحل يكمن في أن تقوم الحكومة بطرح البديلين البديل الأول هو الدعم الحكومي لتقطية نفقات الدراسة الفعلية والحل الثاني هو إنشاء بنك طلابي أو صندوق دعم طالب لدينا في الأردن صندوق دعم طالب يقدم حوالي أربعين ألف قرض ومنحة سنويا ولكن المطلوب هو حقيقة أن نخدم شرائح أوسع من الطلبة ونقدم لهم قروضا ومنح على أن يقوموا بسداد هذه القروض بعد التخرج وبدون فوائد والحل هو مطروح الآن ولكن الرأي العام الأردني قد لا يقبل جميع الرأي أو جميع الشرائح الاجتماعية قد لا تقبل بهذا الحل لأنه قد يكلف أعباء إضافية كما هو مطروح الآن في الولايات المتحدة الأمريكية الطالب هو الذي يقوم بسداد هذه القروض بينما في أردن المطروح هو أن يكون كافير لهذا الطالب دكتور تركي اسمح لي أن نلقي نظرة هنا على هذه البيانات حيث تشير منظمة الأمم المتحدة لتربية والثقافة والعلوم لينسكو إلى أن نسبة الجامعات الحكومية في العالم العربي تكاد تتساوى مع نسبة الجامعات الخاصة وأن الإقبال على الجامعات الحكومية ليس بالضرورة النتيجة الطبيعية لارتفاع جودة التعليم في هذا القطاع وتشير الدراسات إلى أن الأساتذة لا يعملون في جامعاتهم التي تخرجوا منها بل يذهبون إلى جامعة أخرى لإجراء أبحاث والمشاركة في تقديم ورش عمل كما أن نسبة منهم تفضل التوجه إلى جامعات أوروبية أو أمريكية وليس إلى جامعة عربية حتى نسبة الطلاب العرب الذين يدرسون في جامعات عربية في غير بلدهم هي قليلة جدا لكن نسبتهم في الدول الأجنبية أعلى بحسب إحصاءات اليونسكو حيث شكلوا سبعة في المئة من مجموع الدارسين ورغم ضخامة حجم الأموال المصروفة على التعليم في بعض البلدان العربية فإن الراتب السنوي للمدرسين وهم العنصر الرئيسي في العملية التعليمية يبلغ عشرة ألاف دولار بينما ينال نظرأهم في ألمانيا أو اليابان خمسين ألف دولار سنويا كما تحذر الدراسات من الاهتمام ببناء فروع لجامعات دول غربية كالأمريكية والإنجليزية بسبب اعتماد هذا النمط من التعليم على الأموال كليا فإذا نفذ المال توقف التعليم القضايا التي يتجاهل هو كثيرون تكمن في صعوبة استكمال التعليم في الدول العربية وعدم وجود فرص عمل مناسبة للخرجين فضلا عن فوضوية المناهج التعليمية آخر المؤشرات نبهت إلى أن عدم وجود الشخص المناسب في المكان المناسب داخل المنظومة التعليمية وخصوصا رؤساء الإدارات التعليمية واحد من أسباب الفشل الرئيسية هنا سؤال سيدة فتحي الجرائي وزير تربية التونس السابق ما رأيك في هذه الإحصايات والأرقام التي قدمتها اليونسكو كل هذه الأرقام والمؤشرات صحيحة مع تنسيبها طبعا من بلد إلى آخر لكنها للأسف صحيحة نحن نعاني من إشكالات كثيرة أهمها ضعف الجودة في التعليم وربما التساهل في النجاح مما يجعل الجامعة تشكو من فيض هائل من تدفق الطلبة مع التساهل أيضا في تعليم الجامعي وتخريج أناس قد يكونون نصف متعلمين وبالتالي تصبح مدخلات المنظومة الجامعية وكذا مخرجاتها ضعيفة وهذا ما يجعل إمكانية الاندماج في الحياة المهنية صعبة جدا ويجعل طبعا موقف الباحثين عن شغل موقفا صعبا تفضلت بذكر يعني على لسان اليونسكو طبعا أشياء أخرى تعلق بضعف الحوكمة وأشياء أخرى تعلق بمعناها ضعف أو تدني وجور المدرسين ووضع الشخص غير المناسب في المكان المناسب كل هذه أدواء نعاني منها وعلال في منظومتنا وهذا ما يجعل بطبيعة الحال هذه المنظومة تضمح له يوم بعد يوم ولكافي مؤشر ترتيب جامعاتنا في التصليفات الدولية خير دليل على ذلك طيب نتحول مرة أخرى إلى عمان الدكتور معنا من هناك الدكتور توركي عبيدات دكتور هل ترى أن هناك تناسب بين ارتفاع تكاليف الدراسة وجودة التعليم العالي في العالم العربي إذا أردت تعليما جيدا ذات جودة عالية يجب أن تدفع المعادلة واضحة جودة مخرجات التعليم العالي بحاجة إلى أساتذة برواتب مقبولة بحاجة إلى إمكانيات وتقنيات تعليم بحاجة إلى مختبرات بحاجة إلى إجراء بحوث علمية وكل ذلك ترتب عليه دفع تكاليف عالية وقد أرشت في التقرير على أن معظم الأساتذة المتميزين يذهبون إلى الجامعات الأوروبية والغربية نعم لأن البيئة هناك تختلف عن البيئة هنا أولا الرواتب أعلى ثانيا إمكانيات البحث العلمي أكبر ثالثا قد تكون الحرية الأكاديمية أيضا أكبر رابعا الحوكمة في الجامعات الغربية غير الحوكمة في الجامعات العربية فالمشكلة لدينا أيضا كما قلت سابقا معقدة ومركبة إذا ما أردنا وحتى الطلبة في الوطن العربي يفضلون الدراسة في الخارج المقتدرين منهم في الجامعات الغربية والأوروبية لشعورهم أن نوعية الشهادة تختلف ومخرجات التعليم تختلف والخبرة المقتسبة والمهارات تختلف لأن الجامعات الغربية والأوروبية فعلا تهيئ الطالب في معظمها على تلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل أما المشكلة لدينا أننا نريد أن نخلج أفواجا كبيرة من الطلبة لأن الطلب عالي على التعليم العالي وهذا يؤدي إلى قبول أعداد هائلة خاصة في الجامعات الرسمية بالمناسبة الجامعات الرسمية لا يتقيد معظمها بمعايير الاعتماد لا العام ولا الخاص وهذه مشكلة كبيرة جدا في معظم الدول العربية لأنهم يعتقدون أن الرسوم منخفضة في هذه الجامعات فالطلب يتهافتون على هذه الجامعات لأن تكاليف الدراسة بالنسبة لهم قليلة نسبيا نطبق عليها معايير لو سمحت لي دكتور إلى سيد فتح الجرائي وزير التربية التوني السابق إذا ما استمر رفع رسوم الجامعات الخاصة هل يتوقع هجرة معاكسة بمعنى أن يتحول الطالب إلى الجامعات الحكومية يعود إلى الجامعات الحكومية إذا تمكن من دخولها والحقيقة الآن هناك ما يشبه الدرجة أو الموضى لو صح التعبير في قضية هجرة الطلبة إلى الجامعات الخاصة باعتبار أنها أصبحت عنوانا من عنوين التموقع الاجتماعي وإعلان مركز اجتماعي معين وبالتالي هذه تستخطب أبناء العائلات الميسورة على وجه التخصيص لكن قد يدخلها بعض أبناء العائلات المتوسطة للدخل فيما عدا ذلك طبعا أبناء العائلات الفقيرة ليس لهم أي خيار حتى إذا تيسر لهم بشكل أو بآخر دخول الجامعات الخاصة في ظل هكذا الظروف سيعودون حتما إلى الجامعات العومية التي تشكو طبعا كما قلنا من عديد الإشكاليات في مقدمتها يعني ضعف الحوكمة وضعف جودة التعليم وربما الاعتماد على الأسدد العرضيين وما إلى ذلك وهذا طبعا سيجعل قضية ضعف الجودة في منظوماتنا الجامعية العربية وخاصة في الجامعات العومية قضية مزمنة وسيجعل بالتالي معناها قطار التنمية البشرية يتعثر ويتراخى ويتفاق المرة أخرى في حين أننا جميعا نرفع شعار التأهيل أخيرا إلى الدكتور تركي دكتور تركي هل من مخاطر تهدد الجامعات الحكومية حال تحولها إلى مؤسسة ربحية استثمارية تاجر بالتعليم معنا ثلاثين ثانية أنا أعتقد أن الجامعات الرسمية إذا ما تحولت إلى جامعات ربحية فستتأثر العملية التعليمية برمتها المطلوب من الجامعات العمومية والرسمية والحكومية أن تحافظ قدر الإمكان على جودة التعليم وتطبق معايير الاعتماد العام والخاص ولا بد من وجود دعم حكومي متزايد لهذه الجامعات حتى يمكن تغطية الفاتورة الفاتورة بالمناسبة كبيرة جدا إذا ما أردنا التنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي يجب أن يتم تقديم دعم لهذه الجامعات ويجب حل مشكلة تكلفة التعليم بالنسبة للطبقة المعدومة نشكرك عندها انتهى وقت البرنامج وبقي أن نقول مهما ارتفعت أجور الدراسة في هذه الجامعات أو قلت يبقى موضوع الجودة والتعليم الجيد هو الأساس نشكر ضيفينا في عمان دكتور توركي عبيدات رئيس جامعة زايد تونة والأمين العام لوزارة التعليم العالي الأردنية سابقا وكذلك شكرا لأستاذ فتحي الجرائي وزير التربية التونسي السابق وأستاذ علم الاجتماع في الجامعة التونسية نهاية هذه الحلقة إلى اللقاء اشتركوا في القناة